ألغيت مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وفارنزي البرتغالي التجريبية مساء الأربعاء بعد اشتباكات بالأيدي بين بعض اللاعبين وتدافع جماهيري خلف مقاعد الاحتياط اضطر معهما حكم الساحة في الدقيقة 87 إلى اطلاق صافرة لنهاية قبل موعدها واندلعت الفوضى في بعض أرجاء ملعب ساوليويس الواقع في مدينة فروى البرتغالية عمد للدقيقة 82 وبعدما أحرز فارنزي هدفه الثالث 3-1 وبدأت الأحدث باحتكاكات بين لعبين من الفريقين إثر احتساب خطأ على لعب من فارنزي اقرب ديرة لمنة صف وتطور على موقف سريعا ما دفع عناصر الأمن الإداري إلى التدخل لإعادة الجماهير البرتغالية الغاضبة إلى مواقعها لكن الحكم أصر على إيقاف اللقاء عند هذا الحد خشية وقوع مزيد من الأحداث وأشهر الحكم قبل قراره النهائي بطاقة حمراء لفرحة الشمراني لاعب وسط الاتحاد عقابا له على ضربه باليد أحد لاعب فارنزي واندفعت مجموعة منم الشجعي الفريق لبرتغالي نحو مقاعد الاحتياط الاتحادية وحاولت الاشتبكة مع للعابين الذين غادروا مقاعدهما لاتفادي الاحتكاك بالجمهور وكان للشوط ألي أولي قد انتهى بتقدم الاتحاد واخد سيفر بهدف أحرزه لمهاجم كريم بن زيمة من صماعة قدمها مواطنها الجناح موسى ديابي واستقبلت للشبكة الاتحادية ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني قبل قرار عدم استكمال المباراة وأعلن نادي الاتحاد في بيان له صدور توجيه من البرتغالي دوميندوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة لاتخاذ قرارات بشأنها وطمأن أوليفيرا الجماهير على سلامة جميع أفراد البعثة وعودتهم إلى مقر السكن في منطقة الجارف البرتغالية وانتقل الاتحاد أخيرا من إسبنايا إلى البرتغالي لمواصلة فترة إعاددها الخارجي للموسم الجديد التي تعيد الفريق إلى إسبنايا وتتجه بها ما إلى إيطاليا قبل العودة إلى جدتي